تعد قيم الانفتاح والاعتدال وتسامح قيماً بحرينية أصيلة يؤكد عليها جلالة الملك المفدى يده الله في مختلف المناسبات ويشدد جلالته على دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الدولية الهادفة لنشر ثقافة السلام في العالم أجمع لطالما كانت الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليثة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تتمحور حول السلام فمملكة البحرين بلد الحضارات والتعايش السلمي ولها مواقف ثابتة ورؤية حضارية وإنسانية متقدمة لشعوب العالم وهو ما يؤكده جلالته أيده الله في خطاباته وكلماته السامية باعتبارها رسائل سلام حضارية للعالم ومنطلقا جديدا للتعايش السلمي إن نجاح المجتمعات وازدهارها مغرون باستتباب الأمن والاستغرار فيها وهذا ما انتهجته مملكة البحرين على الدوام وتؤكد كدولة فاعلة ضمن مجتمعها دول الأكبر على ضرور التسريع الجهود من أجل تحقيق ازدهارنا الإنساني من خلال تقوية مجالات التضامن والتوافق تحت مضلة الأهداف العالمية التي التزمنا بها منذ تأسيس هذا الصرح العريق والذي نبارك لأنفسنا معكم بذكرى تأسيسه لانطلاقة متجددة في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخنا المعاصر ونحن فخورون بدورنا في ذلك وملتزمون بدعمنا للأمم المتحدة لبلوغ وشهتنا المنشودة من أجل تحقيق التطلعات المشروعة الشعوب وإعادة بناء جسور الثقة والمحبة وصولا لعالم أكثر أمنا واستقرارا وسلاما الرؤية الثاقبة والحكمة البالغة التي يتصف بها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وحرصه المعهود على تأكيد مواقف مملكة البحرين وسياساتها في نشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش وقبول الآخر وترسيخ قيم السلام والمحبة والتآخي بين الأمم فالتعايش الحقيقي والسلام الحقيقي هما اللذان يستندان على تقبل الآخر وهو جوهر المواطن البحريني وما يتمتع به منذ الأزل السلام هو نهج راسخ لجلالة الملك المفدى وثقافة ثابتة للشعب البحريني ومن الثوابت الأصيلة في الوطن كما أن ترسيخ قيم السلام هي إحدى المرتكزات الأساسية للمشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالة الملك المفدى أيده الله من خلال الوحدة والمحبة والوئام بين الجميع وجعل السلام والتسامح هو السبيل للنهوض بالمجتمعات وتحقيق التنمية والتطور الذي تسعى له جميع الدول والذي يدفع أبناء المجتمع الواحد المتحاب إلى البذل والعطاء لصالح وطنهم وبالنظر إلى ما تشهده البحرين من إنجازات طيبة وبحماسة وطنية عالية لأبنائها وبناتها الكرام فأن ذلك يجعلنا فخورين بوطننا العزيز ومواطنيه الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والبذل لصالح الوطن وأننا على قناعة تامة بأن منعة الدول بهذا النوع من التلاحم لهو خير سبيل لصد المقرضين وهو ما مكننا ولله الحمد من الوصول إلى ما نحن فيه من خير وتقدم واحترام عالمي مملكة البحرين بلد السلام ومهد الكرام ولهذا انتهجته خيارا استراتيجيا ورسالة حضارية وإنسانية للعالم أجمع كما نفاخر بين الأمم بأن شعب البحرين وبشهادة الجميع هو من أطيب شعوب الأرض وهذه الطيبة جعلت من البحرين منارة للتنوع الفكري والثقافي والديني والمذهبي وسيظل ذلك خير تجسيدا للمكون الثقافي والحضاري للشعب البحريني وتعبيرا حقيقيا عن أصالة المواطن البحريني ورقيه الأخلاقي والإنساني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر